طيب احنا بقى بنتكلم على ماتش النهار يمكن انا اتكلمت حضراتكو على تحاد الكرة المصري تحاد الكرة المصري كان دي اخطاء الفترة اللي فاتت كلمنا في بعض الاخطاء ولكن هو اخطأ في حاجات كتير جدا 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 ولكن زي ما قولت تم التضحية بفيتوريا بس وكأن فيتوريا بس هو السبب الوحيد في خروج مصر من كاس الامم الفريقية هو طبعا عدة اسباب من بينها من ضمن الاسباب فيتوريا ولكن فيها اسباب كتير مش وقتنا ده ان احنا نتكلم فيها بس الناس كلها عارفة بعد كده قرار من كابتن محمد يوسف وبعدين رجعوا في قرارهم تاني رجعوا في قرارهم تاني لان القرار اللي اتاخد بعد كده بان كابتن حسام حسن يجي مش قرار اتحاد الكرة فكأن اتحاد الكرة على الهامش ما علينا تكلم بقى على ماتش النهار ده ماتش النهار ده ماتش مهم جدا 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 صعب جدا زي ما قولنا الماتش ده كان مفروض يتلاعب في ديسمبر ولكن الاتحاد الافريقي اجل الماتش للنادي الاهلي طيب هو اجله ليه هل دي مجاملة لا طبعا ده المنطق وده الواقع ليه لان كان النادي الاهلي في شهر ديسمبر بيمثل افريقيا في كأس العالم للاندية والطبيعي الطبيعي ان الاتحاد الافريقي يأجل اللقاء لان اي اتحاد قاري عايز النادي بتاعه يمثله افضل تمثيل وده بطولة عالمية بطولة عالمية بيمثل فيها افريقيا النادي الاهلي فالطبيعي اجل المباراة ولا حضراتكم عايزين النادي الاهلي يلعب طبعا عارفين مين حضراتكم عايزين الاهلي يلعب في نفس اليوم في كأس العالم الاندية في السعودية ويلعب في دوري ابطال افريقيا في الجزائي ما هو الناس صار على الناس اللي انتوا عارفينهم طبعا طبعا تقولك ايه احنا معترضين ان النادي الاهلي ليه مؤجلات ده حتى في افريقيا النادي الاهلي بيتجامل طب يلعب ازاي ما النادي الاهلي بيمثل افريقيا في كأس العالم النادي الاهلي ليه مؤجلات كتير جدا 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 وبنتكلم كمان عن مؤجلات للاهلي في الدوري انتوا ملكوش دعوا بالموضوع دوت يعني اللي بيتكلموا في الموضوع دوت بيتكلموا ان النادي الاهلي كمان بيتأجله في افريقيا ده وضع طبيعي وضع طبيعي يتأجله في أفريقيا ما النادي الأهلي ممثل أفريقيا في كاس العالم وفي حد بيروح كاس العالم الأندية غير النادي الأهلي وضع طبيعي لما يجي ماتش والنادي الأهلي بيشارك في كاس العالم الأندية الوضع طبيعي النادي الأهلي هيتأجله مبارا هيلعب إزاي بروحين هيلعب إزاي فرقتين ده وضع طبيعي اللي بيتكلموا بقى اللي ملومش علاقة خالص بالموضوع لا كاس العلم للأندية ولا كاس الأفريقيا للأندية الأبطال قال لك إيه يعني بتأجله ليه إيه عايز الأهل يلعب إيه مع فرقتين في نفس اليوم فريق بر مصر وفريق جوا مصر تخال إن في حضراتكم فيه ناس عايزة كده لأ وبتنادي بكده بتنادي بكده وناس ثانية قالت لك وإيه المشكلة لما النادي الأهلي يلعب كل يومين ولا يلعب كل تلتية إيه المشكلة لما تبقى في مكان النادي الأهلي هتعرف إيه المشكلة طيب اللايحة بتقول إيه اللايحة بتاعت الاتحاد الأفريقي بتقول إيه خلينا بعيد عن اللايحة خلينا بعيد عن اللايحة الأول تفتكر تفتكر إن النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي هيجامل هو مخصوص وهو بيلعب كاس العلم للأندية هيجامله ليه يعني الديني مبرد تقول إن النادي الأهلي هيتجامل منتحاد الافريقي لكورة القادر ليه اللي بيتكلم مش عايز اقول هالفطة ما محبش اقول الكلمات دي انما هو اي حاجة تخص النادي الاهلي انا اتكلم فيها وخلص بالنسبة نخش بقى على المسابقة المحلية النادي الاهلي اتأجله مباريات في المسابقة المحلية ليه الدول برضو سمعنا اشمعنا النادي الاهلي بتأجله لان النادي الاهلي كان ممثل مصر في كاس العالم للاندية قبل ما يكون ممثل افريقي هو بيمثل بلد وبيمثل مصر فتأجله ماتش اللي هو بيتلعب النهاردة كويس قوي في ماتش كان للنادي الاهلي كمان ثلاثة يام كان ماتش للنادي الاهلي كمان ثلاثة يام مع طلاقع الجيش فيه ليحة فيه ليحة والليحة دي من بداية الموسم لنجلة المسابقات ويسأل فيها الكابتن عامر حسين وكل الاندية وفقت عليها بما فيها اللي بيتكلموا دلوقتي وبناء على الليحة دي الاهلي تأجله مباريات لانه كان بيخوض مباريات في دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للاندية يعني ما كانش مريح ولا بيتفسح ولا كان بيروح دورات ودي لا الاهلي كان بيمثل مصر وافريقيا في البطولات دي طيب خلينا اقول لكم اقول لحضراتكم الليحة بتقول ايه؟ دلوقتي النادي الاهلي عنده ماتشين في بطولة افريقيا في خلال اسبوع فاللقيحة بتقول لو الماتشين جوه او الماتش التاني جوه البلد انت بتلعب النهاردة جوه وعندك الاسبوع الجاي الماتش هنا يبقى انت على الاقل تلت يام قبلها لازم تريح لو الماتش فين؟ هنا في مصر طيب لو الماتش برا يبقى لازم تريح قبل الماتش بربع تيام ومنهم يوم سفر بالنسبة للنادي الاهلي فالوضع الطبيعي اننا النادي الاهلي تحدد ل Skillshare جاي يوم الجمعة الجاية يوم الجمعة الجاية مديامة الغاني يعني برا مصر يعني مش النادي الاهلي اللي مخصوص معمول له الليحة دي الليحة دي من بداية الموسم الليحة دي من بداية الموسم وكل الفرق المشتركة وفقت عليها طيب أقول لحضراتكم فزورة حلوة قبل فوزير رمضان إن شاء الله ربنا يعني بإذن الله رب العالمين يهل علينا بكل خير بإذن الله للشعب المصري بس من دلوقتي عشان نتدرب على الفوزير الإسبوع بيتلعب فيه كم ماتر 9 ماتشات وده وضع طبيعي عشان يومه 18 فريق فالإسبوع بيتلعب 9 مباريات طيب الإسبوع الإتناشر اللي اتلعب اللي هو خلص مبارح اتلعب منه كم مباراة سبع مباريات إسبوع اتلعب فيه سبع مباريات يبقى كده فيه ايه؟ فيه ماتش ما تلعبوش ماتش الأهلي والداخلية عشان ماتش النهاردة عشان نادي الأهلي يبلعب النهاردة في داودي أبطال أفريخة يبقى باقي ماتش يبقى باقي ماتش ما تلعبش هي دي الفزورة ما تلعبش ليه؟ طب هي مباراة مين مع مين؟ متأجلة ليه أصلا؟ الممباراة متأجلة ليه أصلا؟ نحل الفزورة وندرب نفسنا بس دي فزورة سهلة شوي الفزورة دي ليه أشقين يعني؟ أولا طبعا إحنا عارفين ما هي مبين مين ومين ودي ممكن تكون سهل لكن الجزء الصعب واللي هي يعني مش لقين لها حل أو الشطرة فيها يعني هتبقى نقصة غايبة هي تأجلت ليه؟ يعني المباراة دي اتأجلت ليه؟ واحد عمال يجيبها يمين يجيبها أشمال ليه مؤجلة؟ المباراة بتاعتلالي والداخلية عرفنا ليه متأجلة إنما المباراة التانية اللي ما تلعبش متأجلة ليه؟ يعني هي نقطة مش فزورة بصراحة ولكن دي يعني حاجة برضو منضم الحاجات اللي بتتعامل في إدارة الكرة المصرية